احنا دلوقتي وصلنا الى به ستة فيتامين به ستة الاحتياج اليومي له خلال الحمل بيكون واحد واثنين من عشرة ميلي جرام دور فيتامين به ستة انه بيستخرج الطاقة من البروتين ومسؤول كمان عن تكوين كرات الدم الحمرة وتكوين الاجسام المضادة وتكوين الناقلات العصبية في المخ على فكرة انا عايزكو انتو بتسمعوني كده تبقوا فاهمين وتبقوا يعني خيالكو كده يسرح ان الجنين في الحمل بيحصل على كل ما يحتاجه من خلال حضرتك فبالتالي لما حضرتك بتمدي جسمك بكل الاحتياجات المطلوبة له فبالتالي هذه الاحتياجات بتنتقل بالتبعية الى الجنين فانت بتغذيتك الصحية والصحيحة والمناسبة خلال الحمل الجنين بيستفيدوا بيبقى زي الفل اي تأثير من حضرتك وان انا مليش نفسه ومش عايز يأكله ما بحبش الشيل فلاني لا ده دلوقتي دي مهمة يعني مهمة رائعة ربنا صحوانه وتعالى مشرفك ومكلفك بيه مهمة كبيرة جدا انك مسؤولة مسؤولية كاملة عن صحة هذا الجنين كل ما له علاقة بصحيته يعني احنا لسه بنتكلمه عن بهستة بهستة ده بيكون كرات الدم الحمر وكتير قوي من الزوجات الحوامل بيكون لقدر الله يعني بيكون عندهم أنيميا خلال الحمر طيب نصلح الأنيميا ازاي طبعا في لها وسائل طبية لكن الوسائل الطبية لا تغني عن المصادر الغذائية الطبيعية للحديد وللحاجات دي كلها خلاص فلما يبقى بنحصل على الحاجات اللي بتصلح جسمنا او اللي بتحافظ على جسمنا كويس تخلي عندك كرات دم كويسة جدا تخلي عندك أجسام مضادة كل ده بينتقل إلى الجنين أهم مصادر فيتامين به ستة هم الخميرة الخبز الكبدة برضو الأفوكادو الموز السمك اللحمة المكسرات بأنواعها يدخل فيها برضو الفول السوداني الفيتامين اللي بعد كده في مجموعة به المركب هو فيتامين به 12 أو كوبولامين اسمه كده به 12 الاحتياج اليومي له خلال الحمل هو واحد ونص أو واحد فاصلة خمسة من عشرة مايكرو جرام للاحتياج اليومي ومهمته تكوين وتجديد كل خلايا الدم والله دور مهم جدا كمان في تركيب الحمض النووي اللي هو تديه إن إيه وبه 12 مهم برضو جدا لصحة الجهاز العصبي طيب أهم مصادره إيه الكبدة والقلب والكلاوي واللحمة والفراخ والسمك والحليب والجبنة والبيض كل الحاجات دي مهمة برجع أكرر تاني شوف أنا أكررتها كم مرة الكبدة ما نزودش عن مرة في الأسبوع مرة واحدة في الأسبوع الأسماك واللحوم والفراخ تبقى مطهية طهية جيد تمام البيض لازم يكون مستوي كويس جدا اللبن لازم يكون مباستر صح كده الجبن تكون ما فيهاش أي فطريات أو كده لأن فيه جبن طبيعيا بيبقى فيها فطر يعني فيه أنواع من الجبن بيبقى فيها فطر دي ممنوعة خالص خلال الحمل تمام وزي ما قلت احنا بنتكلم عن مصادر غزائية الفيتامينات ده لا يتنافى إطلاقا مع الرشدة أو الأدوية اللي هيقولك عليها طبيب أو طبيبة أمراض النساء والولادة اللي بيتابعوا مع حضرتك واللي ممكن بقى لما يلاقيكي أنت متوازنة في غزائك بالطريقة دي يقوم يدعمك ببعض التدعيمات كده البسيطة من الكالسيوم من الحديد وما شابه ترجمة نانسي قنقر